من بغداد معي دكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور هشام إذن الحويجة عاصمة لداعش هذا آخر مساعيه ما مدى إمكانية هذا بداية؟ حقيقة أنا لا أظن كمراكب أن هذا التنظيم المتطرف يتخذ مثل الحويجة عاصمة له بديلة عن خسارته في الموصل هو بحسب متابعتنا له يعتمد في اختياره تلك القيادة المركزية أو الجغرافية التي يجعل فيها القيادة المركزية أن تكون لها عمق استراتيجي متصل مع باقي المدن التي يسيطر عليها وهذه غير موجودة في الحويجة وأيضا أن هذه المدينة ينبغي أن تكون فيها ثروات بالقليل أن تكون ثروات نفطية كل هذه الصفات هي موجودة في المربع الذي نعتقد فيه أنه توجد فيه العاصمة السرية لهذا التنظيم المتطربة والعاصمة البديلة هو مربع البعاج الحجين والميادين والقائم وصولا إلى البوكمال هذه المنطقة خصبة بالمناطق الزراعية فيها الكثير من الحقول النفطية أيضا هي فيها عمق استراتيجي سوان في الجانب السوري أو الجانب العراقي أيضا هي فيها مقدمات تحميها طبيعيا قبلها وبعدها الكثير من البوادي والصحاري وتمنع القوات النظامية أو التقليدية أن تجازف في معارك تقترب مثل هذه الجغرافية الحويجة لا تمتلك هذه المقومات أيضا الحويجة منذ ثلاثة سنوات تقريبا وهي محاصرة بـ 360 درجة من الشمال والشمال الشرقي من قبل قوات البيش مرقا ومن المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية من القوات النظامية العراقية كذلك أن لهذه القيادة أن تهرب من الموصل وهي منذ سبعة شهور تشهد معارك عنيفة وتدقيق أمني قل ما يستطيع أن يهرب أحد البارزين من هذا التدقيق الأمني هذا ما نفهمه إذا ما أردنا إسقاط ما يحدث اليوم ومحاولات داعش هذا على المرحلة التي وصل إليها في الموصل هل نفهم شيئا آخر إضافة إلى موضوع خساراته هناك المتواصلة؟ حقيقة اليوم هذا التنظيم المتطرف أصبح قاب قوسين أو أدنا يهزم في مدينة الموصل القديمة وبالتالي هو حشد معظم مقاتليها الذين فروا من معارك الساحل الأيمن إلى عمق هذه المدينة ذلك لأنه يريد إنهاك القوات النخبوية العراقية أيضا هو لا يتورع في أن تدمر هذه المدينة في حرب ما تعرف بالأرض المحروقة يحتجز أكثر من بئتين ألف مواطن يريد أن يستعملهم دروعا بشرية انتقاما منهم كونهم لم يكونوا تلك الحاضنة المناسبة سواء على مستوى حاضنة موظفة أو حاضنة محفزة للانتباء لمثل هذه الجماعة الإرهابية بالتالي معركته الأخيرة في المدينة القديمة هي معركة انتقام من المدينة وأهلها ليس أكثر إذا أي درجة هذا الموضوع يصعب المرحلة هذه على القوات العراقية وعلى الأهالي دكتور هشام سحينا تحدث كواقع عن خسارات متواصلة وكأنه كما يقال على الشفير خسارة نهائية للموصل ولكن كما قلت في إنهاك للقوات العراقية أيضا في اليوم تشتيت الانتباه بالحويجة بالتأكيد هو يريد ثلاثة أشياء من هذه المدينة إطالة زمن العرقل وبالتالي يبعد القوات المحررة عن معارك تلعفر والحويجة أخرى إنهاك القوات النخبوية التي غالبا هي التي تنتصر عليه في معارك المدن المغلقة وثالثا هو يريد الانتقام من تلك المدينة التي يشعر أنها خذلته ولم تقف هي وأبنائها معه البنى التحتية في المدينة القديمة هي رأس مال الثابت لكل نينوى فيها الأسواق التجارية فيها محلات الذهب فيها محلات الصيرفة فيها كل المصانع الحرفية لهذه المدينة خسارة المدينة القديمة بعملية الأرض المحروقة ربما تكلف أهالي نينوى كل مدخراتهم وهذا أمر خطير موضوع ما أعلنه التحالف اليوم عن قتل بالعراق وسوريا قادة من التنظيم خلال شهرين ماضية نتحدث عن ثلاثة من كبار القادة كيف يؤثر هذا فيما يحدث لداعش على الأرض؟ هل هو سبب أيضا من أسباب تراجعه؟ بالتأكيد لا تزال قوات التحالف الدولي وخاصة دوائر الاستخبارات والمعلومات هي ذكية في استهداف تلك القيادات الناشطة والقيادات التي لها كارزمة في التأثير على وجود هذه الجماعات وعلى إلهام تلك الفصائل الأنوان الارهابية بالتالي هم يستهدفون هذه الصفات من القيادات ثلاثة قيادات في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا هذه سوف تشتتهم وتضعف من عزيمتهم حصل ذلك قبل عملية تحرير نينوى بأشهر طويلة تم استنزاف واستهداف معظم تلك القيادات في نينوى الأمر الذي عجل في عمليات التحرير شكرا لك من بغداد دكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة شكرا على هذه المشاركة